بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا متابعين اكرام اهلا وسهلا على اللي بيسمعني لأول مرة معكم من الصفاء قناتي تيوك اللي بيسمعني لأول مرة وعجب الفيديو وما ينساش اشترك ويفعل الجرس اه حابة اعرفوا ان في قناة ثانية القناتين بنزل فيهم موضوعات تعبير وانجعات وباقي محتوى القناة ووضايات ادماجية اه طالما انت وجدت نفسك الفيديو وعجبك والقناة بتستفيد منها اه متنساش ان انت تشترك في القناتين وتفعل الجرس كيصلك كل محتوى اي موضوع انا بنزل في القناة او اي تعبير بنزل يوصلك بسرعة اول باول اه بالاشتراك وتفعيل الجرس وكمان لو عجبك الفيديو اعملنا اللايك ولا تنسى اللايك الكومنت الحلو للقناة كومنتاتكم ولايكاتكم بترفع الفيديو فضلا كده وليس امرا اكراما منك ادعمنا اه كينزل لك ان شاء الله كل اللي تطلب وانا سهولك في القناة اه اليوم كده سرد قصة بنمط سردي يعني قصة بنمط سردي مع الوصف والحوار اه مقطع اه قضايا اجتماعية يعني بناء على طلب احد المتابعين انا كتبت هذه القصة او حالات هذه الوضعية يارب بتاعجبكم واذا لم تعجبكم يمكنكم الكتابة بطريقتكم يعني تشوفها اه اذا عجبتك اه اه تمام اعملنا اللايك واذا لم تعجبك يعني اكتبها انت بطريقتك اه انا بقول لكن انا فقط بقدم المساعدة ممكن تأخذ منها كمان وتكتمل انت تأخذ منها اه جمل وافكار وانت تكتبها بطريقتك اه عندنا اه سند وتعليمه كثرت عادة تأخرك مساء الى البيت مما ادى الى نشوب خلاف بين والديك بسببك فكان كل واحد منهما يحمل الاخر مسؤولية هذا التصرف الخاطئ فتأثرت للمشهد الذي كنت السبب فيه فعزمت على تغيير على تغيير سلوكك لاصلاح الوضع في الاسرة فقررت ان تحكي هذا الموقف في دفتر يومياتك مع تفاصيل الحوار الذي دار بين والديك وتصف حالتهما حالتهما وحالتك لتبقى عبرة دائما اه عندنا النمط السردي يخدمه الوصف والحوار اه عندنا كلمات هنا مفتاحية اه فقررت ان تحكي هذا الموقف يعني اه تحكي يعني تسرد سرد قصة في دفتر يومياتك مع تفاصيل الحوار يعني الوضعية او القصة عز كون فيها حوار بعض من الحوار اه مؤشرات النمط الحواري اه ولا زدارة بين والديك وتصف الحالة حالتك وحالتهما اه تصف يعني وصف تصف يعني وصف يعني سردي مع الوصف والحوار بس هو يغلبه السرد هنتكتب قصة كده انا اه يا ربك لا تكون طويلة اه القصة طبعا اه لا يوجد بها مقدمة ولا عرض ولا خاتمة عفوا لا مقدمة ولا خاتمة القصة ليس لها مقدمة ولا خاتمة القصة دائما بتدخل على طول مباشرة اه في كتابة في السرد يعني في كتابة القصة ذات يوم اترك بيض ولكن اترك بيض في بداية اه يعني سرد القصة ذات يوم رجعت الى منزلي مساء متأخرا كعادتي ولكن ولكن بسبب التأخري نشب خلاف بين والدي ادى ذلك الى مشاكل عديدة عندما رجعت وجدت والدي ينتظراني وقلبهما محروقا خوفا علي وعندما رجعت عندما رجعت وجدت والدي ينتظراني وقلبهما محروقا خوفا علي فسألني أبي لماذا تأخرت وأين كنت فقلت له كنت أجلس مع أصدقائي أتسلى وأضيع وقتي لماذا كل هذا القلق فأنا كبير لم أعد صغيرا مثل ما كنت قال أبي لأمي غاضبا أي عمل هذا لماذا تتركين ابنك يتأخر كل ليلة إن تربيتك خاطئة جعلته مستحترا لا يعرف قيمة الوقت ولا الالتزام قالت أمي وأنت أيضا مسؤول عن تربيته إنك تذهب إلى عملك وتترك مسؤولية التربية لي وهذا خطأ ممكن أن أقول هذا خطأ كبير إنك مسؤول معي لماذا لم تغرس فيه الالتزام والفضائل كأبي ربي ابنه رد أبي إني أترك المنزل لفترات طويلة لكي أحصل على أموال لتعيشوا حياة كريمة لكي أحصل على أموال لتعيشوا حياة كريمة وأوفر لكم سبل الراحة كده انتهيت من الحوار ولقد استمر الخلاف مع بعضهم البعض ولقد استمر الخلاف مع بعضهم البعض وحل الغضب بينهما حتى أدى ذلك لأنهم غاصوا في مشاكل كبيرة فتأثرت كثيرا فتأثرت فتأثرت كثيرا وامتلأ قلبي حزنا وشعرت بأن جبن وقع على رأسي لأني أنا السبب في ذلك في ذلك الخلاف وبعد تفكير عميق قررت أن أغير من تصرفاتي السيئة وأصلح من وضعي ولقد بذلت ولقد بذلت قصار جهدي أو قصار جودي في أن أسلك طريقا نصل به إلى بر الأمان أن أسلك طريقا نصل به إلى بر الأمان ألا وهو الالتزام واحترام المواعيد وجعل النجاح هدفي كده ممكن نضيف كمان ممكن نكتفي بهذا ونضع نقطة وممكن نضيف باقي الأربع صدور دولة أنا لا أريد أن يحدث لغيري مثل ما حدث لي من تفكك لأسرتي ولذلك أنصح كل من يقرأ قصتي أو يسمع عنها أن يلتزم ويبتعد عن كل ما يجلب المشاكل أن يلتزم ويبتعد عن كل ما يجلب المشاكل بين الوالدين كل ما يجلب المشاكل بين الوالدين حتى لا تتفكك الأسرة ويفقد دفئها ويفقد دفئها أضع نقطة كده القصة انهيت القصة انا قلت لكم في بداية الفيديو انا بقدمه بسعادة فقط يعني لو عجبتكم الفيديو او القصة اعمونا اللايك واذا لم يعجبكم يمكنكم الكتابة بطريقتكم او منكم تاخذوا منها افكار وتكملوا انتم مع نفسيكم القصة طبعا سرد مع الوصف والحوار انا مظللة اللون الاخضر ده هنجد وصف تعبيرات مجازية ونجد برضو في القصة نوعود واضافات واحوال قلبهما محروقا خوفا علي وقلبهما محروقا خوفا علي تعبير مجازي لماذا لم تغرس فيه الالتزام والفضائل ده برضو تعبير مجازي الوصف كريمة حل الغضب بينهما وصف غاص فيه مشاكل كبيرة تعبير مجازي امتلأ قلبي حزنا تعبير مجازي شعرت بان جبلا وقع على رأسي يعني برضو تعبير مجازي هنا استعارات فيه استعارات كثيرة فيها القصة كده اللون الاخضر ده هنجد الوصف اما اللون الورنج البرتقالي الحوار واشترات النمض الحواري قلت وقال سألني ابي حوار لماذا تأخرت اين كنت ده سليب استفهام سليب انشائية استفهام تبع الحوار فقلت له برضو لماذا كل هذا القلق هنا نضع سلوب استفهام نضع علامة استفهام لماذا كل هذا القلق سليب انشائية حوار ايضا اي عمل هذا قلت مؤشرات الحوار قلت قالت امي ونضع عند القول نضع النقطتان الرأسيتان علامات الوقف تبع او علامات تقيم تبع مؤشرات النمط الحواري رد ابي رد افعال القول قال اجابة اضافة تابعة رد اكملة لكل مؤشرات النمط الحواري اما الباقي هنجده سرد يعني الزمان المكان شخصيات السرد افعال ماضية افعال ماضية برضو تبع السرد وكذلك ذات يوم ذات زمان ومنزلي ومساء زمان ومنزلي مكان والشخصيات الاب والام والاب وكمان عندنا افعال الماضية وعندنا حروف العطف وغروف جر برضو تبع الافعال الماضية تبع المؤشرات النمط السردي عفوا مؤشرات النمط السردي والضمائر ايضا تبع مؤشرات النمط السردي ضمائر انا وانت نجدها في القصة افعال مضارعة تغرس فعله مضارع تبع الوصف تعيشوا فعله مضارع وصف ووفر مضارع وصف كده اشكركم على الحسن الاستماع واترككم في رعية الله وحفظ يكن في معكم مصطفا قناة يوتيوب لا تنسوا الاشتراك في القناتين وتفعيل الجرس فضلا وليس امرا وكمان اللايك وكمانت حلو للقناة اراكم في الفيديوهات القادمة الى اللقاء مع السلام شكرا